تحمل الضربة العسكرية الأمريكية على موقع في سوريا لميليشيات مدعومة من إيران الكثير من المؤشرات السياسية والأمنية وأهمها أنها جاءت بأوامر من الرئيس الأمريكي جو بايدن وهي الأولى منذ بدء ولايته كانت هذه توصيتي وكما قلت مرات عديدة سنرد بتوقيتنا وأقول مرة أخرى أردنا التأكد من الصلة وأنه الهدف الصحيح كما وضع كوربي المتحدث باسم البنتاجون التأكيد على أن الأوامر صدرت من الرئيس الأمريكي في بداية بيانه عندما وزع البيان الرسمي حول شن الضربة العسكرية في سوريا الرئيس بايدن يحاول القول بوضوح أنه ليس أوباما آخر أوباما كان يتردد جدا في استعمال القوى العسكرية يؤكد البنتاجون أن هذه الضربة هي رد على الهجمات ضد الجنود والمواقع التي يشغلها الأمريكيون في العراق واخترها الهجوم على مطار إربيل بالإضافة إلى هجوم صاروخي على قاعدة بلد ثم الهجوم على مجمع السفرات وسط العاصمة العراقية وربط البنتاجون بين هذه الهجمات وبينها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء المدعومة من إيران وقال إنها تستعمل المواقع التي تم قصفها في سوريا عندما ناقشوا الوضع والرد لم يريدوا التسبب بمشكلة للحكومة العراقية تبدو الضربة العسكرية تماما كما أرادها الأمريكيون ضربة محددة ومحدودة وتعبر عن مواقف الرئيس الأمريكي وإدارته خصوصا لجهة حماية الأمريكيين من تهجدات الميليشيات المدعومة من إيران في العراق وفي سوريا أيضا يرغان أمار عربية واشطة